إلغاء تفعيل إظهار أيقونة المستخدم والمحادثة على حسابك الخاص سكايب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأعلى ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل هنا نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط هنا على الإعدادات وبعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة بنا في هذه النافذة هنا نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على المظهر وبعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة المظهر الخاص بنا في هذه النافذة نأتي إلى الأسفل نأتي إلى إظهار أيقونة المستخدم والمحادثة نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال الضغط على العالم الزرقاء وهنا أصبحت باللون الأبيض يعني تم إلغاء تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص سكايب بعد أن قمنا بإلغاء تفعيل إظهار أيقونة المستخدم والمحادثة وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الشراك والضغط على الزرقاء وللتوقف في فيديو آخر إن شاء الله